حقق المنتخب العسكري للترايثلون لقوة دفاع البحرين المركز الأول على المستوى العام للفرق في بطولة الرجل الأحديدي والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة وعاد المنتخب مساء يوم أمس وكان في استقباله أمين سر الاتحاد الرياضي العسكري هذا وقد جاءت نتائج اللاعبين المميزة على مستوى الفرق حيث حقق كل من سند بدر جاسم وعبد اللطيف حسين وسيد أحمد خليل المركز الأول على مستوى الفرق بزمن وقدره ثلاث ساعات وخمسون دقيقة كما حقق كل من أحمد جودة وعلي زويد ومنصور أحمد المركز الثاني على مستوى الفرق بزمن وقدره ثلاث ساعات وثلاثة وخمسين دقيقة ويعد هذا الإنجاز الثانية للمنتخب يضاف إلى إنجازه في بطولة الرجل الحديدي والتي أقيمت في مملكة البحرين